جزاكم الله خير هذا الأخ يا فضيلة الشيخ يقول هل الدعوة خاصة بأناس معينين أم أنها عامة بجميع الناس الدعوة إلى الله عامة لجميع الناس فالكافر يدعى إلى الإسلام والمشرك يدعى إلى التوحيد والعاصي من المسلمين يدعى إلى التوبة والجاهل يعلم ويبين له ويبين له يوضح له ما يجهله كل هذا يدخل في الدعوة الدعوة عامة للمسلمين ولغير المسلمين كل بما يناسب حاله